موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشرة سكايب حديث عراقي بعد جدل وبعد أخبار متضارب وبعد قيل وقال ظهرت الصور وظهرت الحقيقة وظهرت أفلام تدل على أطلاق صراح القيادة الميليشياوي قاسم مصلح مثل ما قالوا لعدم كفاية الأدلة الله أكبر لعدم كفاية الأدلة هكذا يقولون أن القضاء قرر طيب الأسئلة التي تثار هنا كيف تم القبض عليه لم تكن هناك أدلة وما هو شكل التحقيق الذي جرى معه عموما ما جرى بعد أطلاق صراحة وخروجه هي هذه الاحتفالات والرقص والأهازيج والشعر والأغاني التي تتغنى بشخص قالوا عنه أنه قاتل ومسكولي أنه قاتل يقتل المتظاهرين وعليه تهم كبيرة ومصيبة كبيرة فبالتالي وأرهابي أطلق صراحة وإذا بمجاميع تحتفل به وتحتفي به وترقص له وتغني له يعني وتلوح للآخرين بالقصاص إذن المطلوب هو ثقافة الإفلات من العقاب هذه الثقافة المطلوبة وهي الثقافة التي يجب أن تتجذر في المجتمع العراقي وفقه لرؤية الميليشيات والعصابات هذا هو المطلوب افعل ما شئت وأنت ميليشياوي وأنت مسنود من إيران ومن هذه الأحزاب ومن هذه الميليشيات سيكون إطلاق صراحة مضمون واستفلت من العقاب ولا عقاب ينالك ولا قانون ولا عقوبات عراقية ولا قضاء ولا غير قضاء ولا سلطة تقف أمامك وبالتالي افعل ما تريد تظاهر مثل ما يعجبك وعبر الجسر وعبر دخل المنطقة الخضرة لا حد يمسك لكن إن تكون وطني ومخلص وتتظاهر يضربونك بالرصاص ويقتلوك هذا محدث في ثورة التشرين وغيرها من الثورات الشباب عندما يتظاهرون يقطعون الجسر أمامهم لا يستطيعون الحركة ومن يتحرك على الجسر يقتلونه ومن يتحرك خارج هذه المنطقة يقتلونه في ساحة التحر يقتلونه وفي ساحات أخرى يقتلونه لكن هناك ميليشيات تتحرك وتعبر الجسر بمئات الآلاف وتدخل إلى المنطقة الخضرة لا حد يتحدث معها هذه غير شكل إذن نحن نكيل بميكيالين في قضية واحدة هكذا نرى الأمور ونريد أن نعمن ثقافة الإفلات من العقاب وثقافة الإفلات من العقاب ليس للجميع متاحة لكل من هو ميليشياء ولكل من تسنده عصابة ولكل من يسنده حزب في هذه الحكومة وبالتالي هذه الثقافة الميليشيات يجب أن تعمن هذه الحقيقة قبل أيام كانت هناك قد نشرت فيديوهات ومقاطئ وثائقية لميليشيات العصائب وهي تقتل الناس عام 2015 وغيرها في محافظة صلاح الدين تقتل أبرياء أمام عدساتهم اللي يصورون بيها بشكل بشع خارج القضاء وخارج القانون وخارج كل شيء ولا يستحون ولا يهابون شيئا ووجوبهم مكشوفة للكاميرات ويشتمون ويهتفون هتافات طائفة ويقتلون الناس وشاهد الناس كلهم مشاهد بشعة لشباب صغار وكبار يرمونهم بالأرض ويقتلونهم بطريقة بشعة غريبة عجيبة يتوهونهم اتهامات محكمة هم يصدرون للأحكام هكذا كما يشاءون هذه دولة العدالة التي تحدثون عنها هذه دولة التي جئتم لتقولوا أنه جئنا لرفع المظلمية عن العراقين هي هذه أنتم ظلمتم أهل العراق ظلما ما بعده ظلم هذه كارثة هذه ثقافة الميليشيات الحقيقة اللي يراد جرائمهم هذه كلها الخارج القانون الجرائم هذه يعني في 2014 و2015 بصلاح الدين وغيرها والمؤصل وغيرها والمغيبين والناس اللي يفقدوا والمنظمات الدولية من العدل الدولية وغيرها والعفو الدولية وهي من الرئيس سواج تطالب بالكشف عن المغيبين لا أحد يتحدث الحقيقة ولا أحد يعني يهتم لهذه القضية إذن هل العدالة موجودة في العراق أم غائبة؟ هل نحن دولة ديمقراطية وحرية وعدالة ويستحق ابن العراق أن يذهب من أجل تغيير نظام السياسي عبر صناديق الاقتراف؟ ما هذا القتل؟ هذه الميليشيات هكذا تفعل؟ ويتحدثون عن أنهم حموا العراق وأعراض العراقين هكذا حميتهم العراق وأعراض العراقين بالقتل والسبي والشتائم الطائفية والقتل خارج القانون بهذه الطريقة البشعة والناس من هول ما تراه يعني حتى الموت صار قضية أخرى غير الموت الذي نعرفه مع الأسف الشديد يعني منذ عام 2003 لحد الآن ربما لم يرى شعب من شعوب الأرض جثثت في الشوارع مثل ما شاهد أهل العراق مئات الجثث كانت ترمة في سنوات عديدة وما زالت ترمة وما زال الناس يقتلون لا لشيء لنا لأنهم يعني من أهل العراق هذه القضية القضية يراد تدمير العراق ثقافة يعني القتل إعدام خارج القانون أمام أنظار الجميع ويتفخرون بذلك شاهدنا مشاهد مرعبة الناس شاهدتها لهذه الميليشيات هي تفعل ما تشاهد لا أحد يحاسبها ولا أحد يقول من هؤلاء ولا أحد يستدعيهم للقضاء ولا أحد يحقق معهم هذه هي العدالة وبالتالي يطلع قاسم مصلح بريء لعدم كفاية الأدلة طبيعي جدا أن يخرج لعدم كفاية الأدلة وتعيش دولة القانون تعيش دولة المظلومية الدفاع المظلومية وأحزاب التي جاءت من أجل المظلومية هكذا الناس ترى الأمور ويستغربون لماذا الناس تخرج في تظاهرات لماذا الناس تهتف ضدهم لماذا الناس تريد أن تقاطع الانتخابات لماذا الناس قاطعت الانتخابات لماذا الناس تكرههم وتشمئزوا منهم هذا واقع الحال أنتم لا تمثلون لا الشيعة ولا السنة ولا الأكراد ولا العرب ولا أي شيء عراقي أنتم تمثلون الإجرام والقتل والنهب والمشروع التدمير الطائفي هذا واقع الحال وهذا يعني ما يعيشه أهل العراق مع الأسف الشديد والذي حول العراق إلى مقبرة من أقصى إلى أقصى ليس لنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعمل وكيل أترككم بخير وألتقيكم في حلقتنا أخرى إلى ذلك الحين السلام عليكم اشتركوا في القناة